تبنت حركة طالبان باكستان هجوماً دموياً على مدرسة لأبناء الضباط الجيش ببيشاور الهجوم أودى بحياة العشرات أغلبهم من الأطفال وأعلن الجيش الباكستاني انتهاء المواجهات وتحرير الرهائن بعد مقتل كل المهاجمين ارتفع عدد ضحايا الهجوم الدموي الذي استادف مدرسة لأبناء الضباط في مدينة بيشاور الباكستانية إلى 141 قتيلاً غالبيته من الأطفال بينهم تسعة مدرسين وذكر المتحدث باسم الجيش الجنرال أسيم باجاوى أن الهجوم استمر ثماني ساعات على المدرسة التي يديرها الجيش في المدينة وكان الجيش الباكستاني قد أعلن انتهاء أزمة الرهائن في المدرسة مؤكداً سيطرته على المنطقة وذلك عقب اقتحام مجموعة من مسلحي حركة طالبان المدرسة وأفاد مصدر عسكري أن عملية الجيش الباكستاني لإنقاذ الطلب المحاصرين في المدرسة انتهت بعد معركة مع المسلحين مضيفاً أن كل المسلحين التسعة قتلوا في الاشتباكات أحدهم فجر نفسه داخل مبنى المدرسة كما أسفرت المواجهات عن إصابة عدد من أفراد وضباط الجيش وذكر شهود عيان في وقت سابقاً انفجاراً قوياً هز المدرسة وأن المسلحين دخلوا من صف إلى آخر وأطلقوا النار على التلاميث وتبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم على الفور مؤكدة أنها نفذته للثار للقتل الذين سقطوا في الهجوم العسكرية الذي يشنه الجيش ضدها في وزيرستان وبدأ الهجوم عندما دخل خمسة أو ستة عناصر من طالبان يرتدون بزات عسكرية للمدرسة الواقعة في ضواحي المدينة على تقوم المناطق القابلية وأكد مسلون عسكري المحلي أن القوات العسكرية أغلقت المنطقة واعتبر محللون أن الهجوم يهدف لإضعاف عزيمة الجيش الذي يشنه هجوماً واسع النطاق ضد معاقل حركة طالبان ومجموعات أخرى في وزيرستان الشمالية واعتبر محللون أن الهجوم يهدف لإضعاف عزيمة الجيش الذي يشنه هجوماً واسع النطاق ضد معاقل حركة طالبان ومجموعات أخرى في وزيرستان الشمالية ما أدى إلى مقتل المئات من عناصر الحركة وفي أول تعليق له على الحادثة وصف رئيس الوزراء نواز شريف هذه الوقع بالمأساة الوطنية من جانبها أدانت الولايات المتحدة والهند الهجوم على المدينة